بتكون تطلقوا منتجكم على امازون ولكن اكتشفتوا انه عدد كتير كبير من البائعين عم بيبيعوا نفس المنتج هل يترى لازم تطلقوا المنتج في شبيه لالو على منصة امازون بالامارات بالسعودية او وين مكان حول العالم او هل يترى لازم يكون المنتج مختلف ليش كل التفاصيل بهيدا الفيديو خلينا نبليش اذا هيدا اول مرة عم تحضروا فيديو على هيدا القناة هاي انا كريستل مؤسسة امازون سيلر سوسايتي و سيلر سوسايتي طبعا هدفنا من هيدا القناة هو انه نقدم لكم كل المعلومات اللي انتو بحاجة لالها لحتى تطلقوا منتجاتكم وتنجحوا على منصة امازون الامارات السعودية وكمان بتركيا اذا بهمكن تربحوا معي مكالمة استشارية مدة ساعة بعتيكن كل المعلومات اللي انتو بحاجة لالها طبعا كل شي عليكم تعملوا انه تعملوا لايك لهيدا الفيديو تكونوا مشتركين بالقناة وتتركوا لي تعليق مع هيدا الامو جي رح احكيكم عن اربع طرق فيكن تستخدموها لحتى تميزوا المنتج يلي بتكنوا تبعوه على امازون وتقدروا تنجحوا حتى لو عدد كتير كبير من البايعين عم بيبيعوا نفس المنتج ولكن قبل ما نبلش بهول الاربع خطوات شغلة كتير اساسية بدي خبركم ياها ليش ضروري انه يكون المنتج تبعكم مميز وليش ضروري انه ما يكون كتير مميز اولا نحنا كلنا بنعرف انه العميل وتيدخل على منصة امازون بيدخل وبيكتب الكلمة الرئيسية او المنتج يلي عم يبحث عليه وبيطلع له عدد كتير كبير من المنتجات والمشكلة هي انه كل ما امازون يكبر ويصير بوبيلر اكتر يصير مشهور اكتر خاصة بالدول العربية كل ما يكون فيه منتجات اكتر واكتر يعني منافسة اكتر واكتر والعميل بيصير عنده خيارات اكتر انه يختار من المنتج يلي هو بيشوفه مناسب ما يعني اذا احنا عم نبيع نفس المنتج يلي شبيه جدا اذا مش مية بالمية بالمنتجات يلي اصلا موجودة حاليا على امازون طيب كيف بده يقوم العميل بانه يقتنع انه يشتري المنتج تبعنا غير اذا خفضنا السعر وتخفيض السعر منه مناسب لا لالنا ولا للباقيعين الاخرين لذلك ضروري تحطه ببالكن وبتفكيركن انه المنتج ضروري يكون مميز لازم يكون differentiated لازم يتميز بشيء ولازم to stand out يعني يظهر مختلف شوي عن غير منتجات موجودين حاليا على امازون ليش همشدد على نقطة شوي لانه بنهاية النهار العميل اذا فايت لحتى يشتري المنتج معين فايت لحتى يشتري المنتج معين اذا فايت يشتري هيدا المنتج مش ملنا الضرورة نحنا نغيره للمنتج لدرجة انه يصير منتج اخر يمكن المنتج الاخر ما بدو ايه ولكن لازم نتطلع بطريقة انه نميز المنتج لحتى يظهر اكتر عند العميل ويحبصه اكتر انه يشتري المنتج تبعنا ومش منتج حدا تاني تغييرات بسيطة ممكن تنعمل للمنتج هي بتغيير المادة تبع المنتج بحد ذاته يعني اذا كان المنتج معمول من مثلا السيراميك مثل هيدا المنتج ممكن انه نفكر بتغيير الماتيريال تبعه بتغيير المادة تبعه ونعمله من الميلانين لحتى ما يكون قابل للكسر او حتى اذا كان المنتج معمول من زجاج او من بلكسي حلو كمان انه ينعمل من مادة الخشب هيدا التغيير البسيط بيظهر بطريقة مختلفة للعميل وتيدخل على امسون كمان طريقة كتير اساسية بعنا ضمن المنطق هو انه نعمل حزمة او باندل الحزمة او الباندل شغلة كتير اساسية بالباع على التجارة الالكترونية واوتوماتيكلي بتزيد من قيمته للمنتج بس الفكرة من الحزمة والباندل هو انه نحط سوا المنتجات يلي العميل بده يشتريها سوا او بيستخدمها سوا احسن وافضل متل لباندل او لحزمة هي الميلزي اللي موجودين داخل جميع المطاعم الفاست فود الميل مثلا معمول من برجر من بطاطا ومن درينك بهيدا الطريقة بيعرفوا انه بالمطعم انه هيكل الزبون هيكل العميل بيقدر بياكلوا المنتجات سوا وبيستخدموا سوا ولكن ما منشوف ابدا برجر محطوطة مع فنجان قهوة لانه مع انه عدد كتير كبير من الاشخاص اكيد يمكن بيشترو فنجان قهوة من بعد ما ياكلوا برجر بس عادة هولي ما بينحطو مع بعض سوا تتفكروا انه بتكون تعملوا حزمة تذكروا بالفاست فود وتذكروا برجر فرايز ودرينك وكيف نحن فينا نخترع حزمة بهيدا الطريقة وانه يكونوا المنتجات منطقيا بيزبطوا مع بعض الطريقة التانية بيتميز المنتج هو بكل بساطة انه نطلع على التقييمات ابسط طريقة لحتى نعرف العملاء شو بحبوا فيه للمنتج وشو بيكرهوا فيه للمنتج هو انه نطلع على الريفيوز للباقي عيني اللي هلأ حاليا موجودين لحتى نطلع بافكار تذكروا التقييمات يلي بتكون خمسة او اربع نجوم بيعطوكن الامور يلي العملاء بحبوا بهيدا المنتج ممكن انه انتو تفتشوا عليهم هول الامور لحتى تزدون بقلب المنتج طبعكم او يكونوا موجودين بقلب المنتج طبعكم تتأكدوا وكمان فيكن تستخدموا هول الريفيوز والتعليقات يلي بتقرون لحتى تركزوا على امور معينة داخل المنتج لحتى تقدروا تبيعوا هيدا المنتج يعني تركيز على هول النقاط اما الريفيوز يلي بيجوا صفر ولا نجمة نجمة واحدة بالاحرى للثلاث نجوم هن الريفيوز يلي بيكونوا طبعا العملاء مش مبسوطين صور منكتشف ليش مش عجبوا المنتج شو هن الامور يلي بفضلوا انه تكون مختلفة ممكن حجمه ممكن نوعيته ممكن عم ينكسر ممكن عم يسكر منيح كل هول الامور بنعرفهن ننتبههن لحتى نتأكد انه المنتج يلي نحنا عم نبيعه ما بيدخله هول التفاصيل تالت طريقه بسيطه جدا كمان هي انه نطلع على لستنج او صفحهات المنتجات تبع المنافسين اذا نطلع على المنافسين ومش عم نحكي حياله المنافسين عم نحكي الاشخاص يلي عم بتكون بيستسلر ايلي عم بتكون واحد اثنين ثلاثي يعني الاشخاص يلي عم تعمل مبيعات جيده جدا لانه اذا بدنا نتمثل بدنا نتمثل بالاشخاص يلي عم تنجح اكيد إذا نطلع على صفحات المنتجات وخاصة على الصور للبيئعين يلي ناجحين نقدر نكتشف إنه فيه أمور معينة عم بيركزوا عليها إن كان بالصور وإن كان بالنقاط الرئيسية نحن من المفترض إنه نركز عليها بالليستنج تبعنا كمان وممكن إنه نركز عليها بطريقة أفضل لحتى يكون التركيز ناجح بطريقة مميزة وممكن حتى وتنطلع على صفحة البيئعين يلي نعتبرهم لإلنا منافسين ممكن إنه نطلع بأفكار ما كنا مفكرين فيها قبل إذا هني كانوا مركزين على أمور معينة وممكن هون الأفكار يخلونا نحن نكون رقم واحد بدل ما هني يكونوا رقم واحد وآخر شي هو إنه نطلع على الكلمات الرئيسية الكلمات الرئيسية ممكن يعطونا أفكار على شو العملاء عم يقدروا يركزوا يعني إذا طلعنا على كلمات رئيسية متعلقة بالمنتج وشفنا إنه العملاء عم بيدخلوا أمور إضافية مثلا إنه معمول من الخشب أو للمطبخ أو للأطفال نقدر نكتشف فعلا العملاء شو هني المنتجات اللي بدون إياها مثل هيدي اللانش بوكس حافزة الطعام منلاحظ إنه على أمازون بالإمارات حاليا أكتر كيورد مستخدمة هي لانش بوكس فور كيدز يعني حافزة الطعام للأطفال طبعا لأنه نحن هلأ بوقت مدارس ودخول على الجامعات والمدارس وفي تركيز كتير كبير فممكن إذا كنتم فاكرين إنه تطلقوا لانش بوكس تتأكدوا إنه اللانش بوكس تزبط لأي شخص ولكن كمان تزبط للأطفال أو ممكن فقط تركزوا على الأطفال هاي دي طريقة بتخليكن تعرفوا التمايز كيف لازم يكون وإذا في طلب أكتر على منتج للأطفال خلينا نبيعه إذا هيك بدون العملاء وهيدا كان كل شي لهيدا الفيديو طبعا دايما رح تلاقوا بجميع الفيديويات أنا عم بحكي عن طرق عديدة فيكن تتواصلوا معنا وتشتغلوا مع Amazon Seller Society فيكن تنضموا للمجموعة وتنتسبوا بالكورس الخاص للأشخاص اللي بدت بيع على أمازون الإمارات والسعودية وكمان فيكن كمان إذا بتحبوا فريق محترف هو يعملكون البزنس تبعكم من الأول للآخر على أمازون فيكن تتواصلوا معنا رح تلاقوا كل التفاصيل موجودين بسندوق الوصف بأسفل هيدا الفيديو بس أهم شي إذا بتكن تتعلموا أكتر عن أمازون ليش ما بتخوضوا التدريب المجاني يلي موجود حاليا على صفحتنا كيل التفاصيل اللي أنتوا بحاجة لإلى رح تلاقون بسندوق الوصف بأسفل هيدا الفيديو thank you كتير على المشاهدة ما تنسوا تعملوا like subscribe و comment وأنا بشوفكم بفيديو جديد مع معلومات جديدة bye